النهاردة مستر موسماني 4-3-3 يبقى هو رجع لمبارات الإسماعيلي البداية بتاعت مبارات الإسماعيلي في الطريقة طب الاربع اللي حيلعبوا حيبقى أكرم توفيق وعلي معلول 1 يمين 1 شمال والاتنين اللي في القلب حيبقى أيمن أشرف وبدر بنون وبعدين عندنا 3 في نص الملعب حيبقى فتحي حمدي فتحي وعمر السلية وقاليو ديانج وسلاسي المقدمة حيبقى أفشا وبرسيتاو ومحمد شريف طيب واحد يقول لي طيب هو أعلن؟ آه هو أعلن ده ده الفرقة اللي حتلعب النهاردة إن شاء الله ولكن حتلعب إزاي؟ الطريقة حتبقى إزاي في الملعب يعني كل الناس بتقول آه أنا نفسينا أن شريف يبتدي نفسينا أن الشناوي يبتدي لو سليم 100% طبعا وجود الشناوي في الملعب يبقى كيس سليم 100% طيب النهاردة مستر موسماني الطريقة دي لما تتطبق هتتطبق إزاي في الملعب؟ هل هيضغط على الزمالك من بداية المباراة؟ ولا هيعمل إيه؟ التلاتة اللي قدام فيه لا مركزية لأن انت بتتكلم على شريف حيبتدي وبرسيتاو حيبتدي وأفشا حيبتدي طب مين اللي حيلعب نحية الليمين؟ مين اللي حيلعب نحية الشمال؟ مين اللي حيلعب رأس حربة؟ هل ما فيش رأس حربة؟ كل دي تساؤلات طبعا نحنا نجومنا الكبرى حيشرفونا كمان شوية وحنقعد نتكلم فيها لكن إحنا كل واحد فينا عامل مدرب وعمل يتكلم طب ده لأوا لعب كده طب ده لأوا ملعبش كده طب مين اللي حيلعب النهارده؟ الفرقتين عندهم مفاتيح لعب حتى الزمالك عندهم مفاتيح لعب الزمالك بيدرس الأهلي باله فترة والأهلي بيدرس الزمالك باله فترة الأهلي عندهم مفاتيح لعب الزمالك عندهم مفاتيح لعب النهارده كل مدير فني عايز يوقف مفاتيح لعب الفريق التاني هنتكلم برضه و هنكمل كلامنا بس سأعلموا نروح للمراسلنا في ملعب المباراة